هنا بدأت الكارثة من زلزال المغرب إلى إعصار ليبيا كواليس التغطية الفريدة للعربية مع ليث بزاري قصص لم تروى ومشاهدات لم تبث أو مشاهد لم تبث في صباح العربية يعني من إعصار إلى زلزال من المغرب إلى ليبيا ليث بزاري كان حاضر في الخطوط الأمامية قبلها كان في أوكرانيا نعم ولكن طبعا اختلفت ظروف وحضثت هذه الكارثة كواليس وقصص إنسانية أكثر اللحظات التي لا تنسى هي مطبوعة بالذاكرة وليث عاد إلينا لي ما زالت آثار الزلزال الذي ضرب هذه المدينة مدينة براكش واضحة جلية في هذا المكان ويعني الوضع ما زال يزداد سوءا للأسف ولكن الواقع مختلف تماما من ساحة جامع الأثنى هنا في مراكش في قناتي العربية والحضر ليث بزاري من هنا بدأت الكارثة من هنا مر إعصار دنيا لكن إذا نظرنا في الصورة من هذه الجهة نشاهد حجم الدمار هنا على الشاطئ لم تعتد هذه المنطقة أن تعيش هذه الأنواع من العاصير ليث بزاري أردع ليبيا في الستوديو ينضم إلينا مراسل صباحة العربية ليث بزاري ليث أهلا بك الحمد لله السلامة السلامكم شكرا يعني قبل شوية أنا كنا نتحدث أنا وأنت كثيرا عن هذه المواضيع لكن يعني تركت المغرب ورحت إلى ليبيا اليوم ساحة لفنا ربما عادت الحياة إليها بشكل جديد خليني أتكلم بهذا الصباح أنه تحت كل ذلك الرقام في أمل في أمل للعثور على ناجين في قصص ما تحدث عنها ولم تروا يعطيني هذا الأمل في الصباح يعني عادل كنت أفكر قبل أن الحروب هي أكتر شيء بيأثر على الإنسان ويفتك في البشرية ولكن بعد ما نشوف هالكوارث الطبيعية وما تركت خلفها من ركام من جثث من منكوبين بشدد على المنكوبين لأنه محمود درويش بيقول الذي يعاني الذي العاش ولا ليس المات الميت فهون المصيبة الأكبر التي شاهدناها على كل حال إذا تحدثنا في البداية عن المغرب كنت من أول الواصلين لتغطية هذا الزلزال في هذا البلد الجميل خصوصا منطقة مراكش وأنت تعرف مراكش جيدة صحيح ولكن هذا الوجه لمراكش ما توقعت أنه يوم من الأيام سنشوف هذه الأشياء في المغرب خصوصا في مراكش الزلزال حدث مؤخرا في المغرب حدث في الحسيمة حدث في أقادير في ستينيات القرن الماضي ولكن الذي حدث في المغرب هو مخيف يعني تخيلوا أثناء التغطية حاولنا نوصل إلى بؤلة الزلزال في مناطق إن كانت الحوز في إقليم الحوز أو تارودانت لم يكن سهلا لأنه بكل بساطة هي مناطق جبلية وأول ما مرأنا مرأنا بهذه المنطقة كنت أشوف جبال بيرو لأنه هي نفس الطرق الطرق الصعبة يعني هي عبارة عن طرق طرق صعبة وجبلية ومقطوعة ومقطوعة وخصوصا إنها قديمة بنيت أيام الانتداب الفرنسي ولذلك كان الوصول إليهم أقول إليهم ليس سهلا يعني ما بنسى هذا الرجال اللي كان اسمه بدر قال لي شافنا عن المباشر فجاء وطلب مني رجاءا تعالوا على قريتي هو إجا مشا على الأقدام وقلت له كيف وضع أهلك قال ما بعرف عنهم شيء بعرف أنه في قرية قريتنا في هذا الجبل ولم يصلها أحد لأنه بكل بساطة لا يوجد طرق الطريق صعبة وهي طرق وعرة وكنا نشوف المروحيات التي تحلق في سماء هذه المنطقة المنكوبة كانت تجربة ما هي سهلة وخصوصا إنه إحنا كمشاهدين ومتلقين بنشوف دقائق معدودة ولكن في معاناة وصعوبات وإمكان في حاجات إنسانية كثيرة قد أبكتكم وأثرت فيكم كثير ليث وكيد إحنا نقدر عملكم الصحفي وهذه التغطيات الخطرة واللي مليئة بالمخاطر واللي كمان مليئة بالمشاعر خلينا نقول أيضا من بعض الأشياء التي تأثرت كانت مياه الآبار الملوثة خلينا نشوف هذا المشكل هذه المياه التي يشاهد هنا هي مياه آبار متلوثة أو ملوثة تقوم قوات التنظيف والإنقاذ بإسراغ الآبار من مياهها حتى يتم إعادة ترميم تلك الآبار لكي تكون المياه غير ملوثة وصالحة للشرب مرة أخرى طبعا إذا تم تنظيف هذه المدينة بشكل كامل طبعا الأولوية الآن إلى نشل الجثث وإذا كان هناك مفخودين هذه فدرنا في ليبيا إيش قصة هذه المياه اللي بيكبوها على البحر هذه المياه ملوثة من الآبار مياه يعني إحنا وصلنا هون باستطفع على فكرة كنا نبحث عن من ينشل الجثث ويقوموا بإبعادها عن البؤرة على المكان المنكوب خوفا من الأمراض والبكتيريا وإذا بهذا المشهد هذه المياه التي يتم ضخها أو سحبها من المدينة من المنطقة المنكوبة لكي تكون بعيدة عن المناطق السكنية أو مناطق رجال الإنقاذ والمسعفين ولكن لا ننسى بهذه الصورة أن في المياه في شاطئ درنا يوجد الكثير من الجثث الذين سحبتهم المياه مياه السد وغارقوا في هذه المياه من هذه النقطة وصلت أيبا إلى السد وطرح حديث طويل عريض حول السد ومسؤوليات السد من ربما كان المسؤول عن انهيار هذا السد دعنا نرى الصور نرى ما هو هذا السد كيف كان هذا السد شوفوا تخيلوا أنه كانت هون أطنار من المياه كانت بعد ما تفجر السد وصل اتفاع المياه أربعين مترا متخيل أنه متخيلين قدية المياه كانت عالية ولكن يعني هاي تقريبا أكثر من ثلاث طوابق أكثر أكثر ولكن أكثر شيء إنساني أثر علي وما بنسى تعاضد وتآذر الشعب الليبي مع مناطق الساكنيين دارنا ومعنا رحنا أنا وباسر باسر العالي كون رحنا نشتخبز مرة في الكوشة وهو الفرن في اللهجة الليبية طوابير ناس ما في غير فرنين بالبلد ولما وصل دورنا قال أنتو جاي من وين؟ قلنا نقول إحنا جاينا طاقم العربية بنصور قال لا ما تدفعوا فلوس شوف يعني شوف الحلو كيف أنه عز الأزمات عز الأزمات كيف كان الوضع وكانوا يتآذروا مع الموجودين طبعا إحنا كنا في مقر عسكري كنا في مقر كان مصري فتحول إلى مقر عسكري وكنا ننام فيه هذا اللي كان دوركم أنتو كصحفيين ومراسلين ما قصرتو وقمت بهذه التغطية ووريتونا الصورة الحقيقية للمعاناة هناك يعني شكرا لك ليت إديك العافية وشكرا لتواجدك اليوم معناه شكرا ابن أول مرأة بجوج ابنك وزوجتك فقدتهم البارح فنتهم البارح هم في الروضة الله يرحمهم ولكن أين كانوا يقتنون هذا المكان في هذا البيت ولكن أين كنت وقت الزلزال أنا لا أنا سائق سيارة الإسعاف أنا خدام أنا في مراكش نحن هنا في الطريق من مراكش أو المدينة الحمراء مراكش عاصمة المنطقة إلى إقليم تاروتاند ولكن استوقفتني هذه القرية التي كما نشاهد بعض بيوتها دمرت بسبب هذا الزلزال ومن ثم قام سكانها طبعا بالهروب في ساعات الفجر أو في ساعات الليل المتأخر وكما نشاهد كانت هذه الغرفة عبارة عن مطبق هذا البيت وبعد ذلك تم إخلاء ما يمكن إخلاءه من هذا البيت ترجمة نانسي قنقر